اشتركوا في القناة في القوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق في تدهور مستمر ففي ساعات السبت الباكر غادر اكثر من سبعة الاف شخصا وسبقهم الالاف من سكان المنطقة المحاصرة اثر الحملة العسكرية الكبيرة التي تشنها قوات نظام الاسد على القوطة الشرقية احنا طلعنا من حمورية طلعنا بصعوبة كتير كتير كل ما بدنا نجي نطلع من القوطة الشرقية محاصرين الارهاب ما بيخلونا نطلع لارها غير ان غارات النظام كانت المدنيين بالمرصاد فحصلت منهم العشرات الذين سقطوا بين قتيدا وجريح وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان تسببت غارات النظام وحلفائه بمقتل ثمانين مدنيا عن الاقل واصابة عشرات اخرين بجروح جراء الغارات التي استهدفت بلدة كفربطنة اضافة الى مقتل احد عشر شخصا في بلدة سقبة كما تحدث المرصد عن تفحم القتلى في كفربطنة مرجحا استخدام مواد حارقة الامم المتحدة من جانبها قدرت وجود نحو 400 الف شخص محاصرون في الغوطة الشرقية دون امكانية للحصول على الغذاء او الدواء دون امكانية للحصول على الغوطة الشرقية